كابتك خطيب مرة بالمناسبة كابتك خطيب في إحدى اللقاءات أو في اللقاء اللي عمله الحقيقة قبل الانتخابات كلم على أن هناك بعض القنوات ما بتشتغلش غير يعني تبقى كذبان بالليل بطولة الصبح تقولك إيه؟ تقولك يا جماعة أنت كذبان بالليل البطولة تلاقي نفسك الصبح يقولك خناء ما بين مثلا كان ساعتها كهرباء وموسيماني وكهرباء طلع نفع وموسيماني طلع نفع تخيل حضرتك النهاردة أحد المزيعين في أحد القنوات بيتكلم عن حسين الشحات بعد المطش مباشرة وبعد انتهاء المطش مباشرة النادي الأهلي يمثل مصر ومحدش عايز يحتفل بالكلام ده أو هو المزيع مش عايز يحتفل بهذا الكلام أو وجهة نظره خليني يتكلم لأنه هو راجل محترم الحقيقة فهو مش عايز يحتفل بهذا التتويج وبكل شيء أنه هو بيتكلم في سلبية أن حسين الشحات طلع زعلان معلش أنا آسف جدا عشان حضرتك ملعبتش كرة أنا على فكرة والله ما بقول أي حاجة لكن أنا بقولك بمنتهى البساطة لما تلعب كرة حتفهم ليه اللعب يبقى زعلان لازم يبقى رد فعله كده لازم يبقى رد فعله كده مورينيو على فكرة قالك مورينيو ده مش مدرب الأهلي ومش مشجع أهلاوي عشان تبقى أنت بس عارف أو اللي تكلم في هذا الكلام يبقى فاهم مورينيو قالك أنا عازل اللعب بتاعي مش فاكر كان مين ساعتها كان ساموه لقيته لما كان في الإنتر ميلان وقاله ولما طلعه شرط التاع وقالك أنا عازل جدا لأنه ده طبيعي لو ما عملش كده نزعل منه فأنا عارف عشان أنت ملعبتش كرة ومحطتش رجلك في الملعب فأنا فاهم أنت ما تفهمش رد أو ما تعرفش رد الفعل ده كويس وبالتالي مش هتفهم الكلام ده قوي حسين لازم يبقى زعلان لازم يبقى متضايق لو ما عملش كده مش هيبقى حسين الشحات بالمناسبة لو ما عملش كده عمره ما هيبقى حسين الشحات عمره ما هيبقى قريب من كل قلوب كل جمهور النادي الأهلي ليه؟ لأنه زعلان ومددق أنه هو كان نفسه يكمل كان نفسه يزود كان نفسه يجيب جون كان نفسه يطع والأهلي على الأقل متعادل اللي حيفهم الكلام ده كله لو لعبت كرة هتفهم الكلام اللي أنا بقوله ده كويس جدا بالمناسبة أنا لا يعني أنا ما بغلطش في أشخاص ولا بقول أي حاجة ولكن أنا بنتقد حاجة حصلت جماعنا دي الأهلي كسبان بطولة قوله مبروك شد على إيده وقوله ألف مبروك وبعد كده استنى يومين تلاتة وبعد كده بأتكلم عندنا ماتش ومن الحد مع فيوتر بأقول اللي أنت عايزه لكن في ساعتها كده على طول أعتقد أن ده شيء مش جيد من وجهة نظري طبعا أنا معرفش أنا بقول وجهة نظر ولكن أي حد لعب كرة وجهة نظري حيبقى فاهم أن رد فعلي لعيب الكرة الطبيعي الطبيعي أنه يطلع بعد المباراة يبقى متدايق من نفسه لكن ما يغلطش مع جمهوره ما يغلطش مع مدربه ما يغلطش على مديره الفني أنا مش عايز أدي الموضوع ده أكبر من حجمه بالمناسبة ولكن أنا دايما بستغرب ودايما تذكرت كلمة الكابت خطيب قبل الانتخابات عندما قالت كلمتين دول فأنا قلت رازم أقول الكلمتين دول ولكن مش حدي الموضوع ده أكبر من حجمه لأننا أنا عايز أحتفل أنا مبسوط أنا وكل جمهور النادي الأهلي مبسوطين باللي بيحصل سعداء جدا باللي بيحصل سعداء بالبطولة القرية رقم 24 وبالمناسبة مصر كلها معانا أنا متأكد أن حضرتك معانا برضو أنا مش متدايق بلك بس أنا بقول أن لو حضرتك لعبت كرة هتفهم كويس جدا جدا ليه حسين عمل رد الفعل ده وليه دايما لما بيبقى فيه مدير كرة زكي ولعب كرة وكان نجمي في كرة القدم بيعرف إمتى يعاقب على الموضوع ده وإمتى ما يعاقبش ولو فيه مدير فني نفس الكلام بيعرف إمتى يعاقب وإمتى ما يعاقبش فأنا مش حدي الموضوع ده أكبر من حجمه ولكن أنا حبيت أن أتكلم فيه لأنه يعني تذكرت الحقيقة كلام الكابت الخطيب وقلت أن أنا لازم أرد في هذا الاتجاه وقول هذا الاتجاه ولكن إحنا فرحانين ومبسوطين وحنفضل مبسوطين